اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين كابتن سيد معوض شرفني من ناردي كابتن سيد برك ايه كله تمام زيلفل الحمد لله لعبت كم فاينل افريقيا لعبت اربعا يعني لعبت تلاتة مع ناد الاهلي واحد مع الاسماع اللي كنت في مصر اه tutto اه اسماعي للمبارات العودة كنت موجود خسرنا اتنين سفر husbands ايه ماذا انزهابوا عودة انزهابوا عودة كسب نفس معلاسه واحد سفر مع الاهلي مع الاهلي ثلات مبارات برضو 18-13 اهsecurity المبارات لا هو اكيد زهابوا عودة بتبقى يعني مصراحة بتبقى عارف من المبارات التانية انت محتاج ايه انما مباراة واحدة لو في ارض محايدة بتبقى برضو كويسة انما هي الظروف الاستثنائية اللي فيها الاهلي السندي ان انت مباراة تعتبر مباراة خارجية يعني ومش مباراة في ملعب محايد لان اكيد طبعا بكرة هتلاقي الجمهور الوداد اكتر من الجمهور الاهلي بكتير اكيد طبيعي يعني اصعب مباراة لابتهى اصعب مباراة اصعب نهائية يعني ما اعتقد ان كانت مباراة الترجي برا لان احنا كنا تعادلنا هنا واحد واحد فكت صعبة جدا فكسبنا هناك الحمد لله والامور مشت بشكل كويس والناد الاهلي برضو عنده نقطة ايجابية جدا ان انت معظم الاوقات اللي بتحطي فيها تحت ضغط يعني حتى انا قبل ما روح الناد الاهلي الناد الاهلي كسب الصفاكس برا كان متعدل في القاهرة وكسب هناك ففي حاجات كده اللي هو لأ يعني موجودة جوه الناد الاهلي اما بتحطي تحت ضغط كبير سهل جدا ان انت هتحقق انجاز فانا شايف ان الناد الاهلي دلوقتي محتوط تحت ضغط كبير مباراة تعتبر خارج ملعبك في وسط جمالي الوداد اه اتمنى ان شاء الله ان السقة بتاع العبتي الناد الاهلي اللي شفناها الفترات الاخيرة في بطولة افريقيا في كل المنطشيات الخارجية تبان من بداية المباراة بان دي هتفرق معنا بشكل كبير جدا انا مش الان من كل الناس اللي بتكلم على موسيماني عن تاريخه كله المباراة الكبيرة بيظهر فيها بشكل كويس وبتعامل فيها بشكل جيد هي مشاكل كلها بتبقى في المباراة اللي ايه اهل مستوى شوية اه لا يعني ممكن هو عادي ده ممكن بيعمل التوفيق شوية والنقطة الاهم ان هو بيهرب في التعامل مع الفرق الكبيرة والفرق الكليرة بمعنى اصح كمان الفرق اللي بتهاجمه مش الفرق اللي بتعتمد يعني ايه الدفاعية لا اصوات الالفاص دي بنقولها بس هي معناها ايه يعني معناها ايه ان انا نجد اللعب معك كبار بس طب الصغرين ايه قصة لا يعني اللي بيهاجمك بتشتغل في دفاعات وبشكل جايدي اللي بيفر عليك بيتعبك اه طبعا طبعا يعني معظم المباراة اللي مع فرق اقل شوية وبتدفع عن النادي الاهلي فحلولك بتبقى قليلة شوية احنا شفناها الفترات الاخيرة في معظم مباراة الدوري الاخيرة انما ماضي شوية افريقيا يعني قبل مثلا مباراة في فاكس طيف ببرا ما لعبك محدش يتوقع عن النادي الاهلي يبدأ البداية القوية دي من اول مباراة بتروح بفرص من اول مباراة بتجيب جون اه مباراة حتى الرجاء خارجيا انت يعني ما كنتش في مستوى عالي بس روحت بكمية فرص لان انت يعني محضر بشكل جاي التغييراتك كلها كويسة يعني مثلا محمد شريف بينزل خمس ده اللي عندهم رؤية كبيرة جدا موطشات كبيرة بينجح فيها بشكل كبير فتمنى ان شاء الله يبقى فيه توفيق بوكرة للمسلماني والكل اللي عيبة هو فنيان النادي الاهلي بعيد عن اقرب منفسه في البطولة الافريقية ولا المنفسات ولا المستوىات متقاربة لا يعني هو مش بعيد اوي فيه فرق كويسة جدا يعني سندونز كان من الفرق كويسة جدا بس خرج فيه ظروف ممكن بعض المغريات يعني بيبقى فيها عامل التوفيق شوية او تعمل نتيجة على ملعبك وحشة تطلع برة تخسر يعني الوداد من الفرق الكويسة جدا بوجود جماهرها يعني الفرق المغربية عامة وجود الجمهور بيفرق معا يعني فيه بعض الاندية كده يعني اتكلم في مصر مثلا اهلي زمالك اسماعيلي في وجود الجمهور بيفرق بشكل كبير جدا اتكلم في المغرب الوداد والرجاء نفس الكلام فهي النقطة فرقة الوداد مش انا وجهت نظري فنان نيا مش من الفرق الجامدة جدا بس وسط الجمهور لا اكيد يعني عنصر مهم جدا بالنسبة لهم يعني من موجة نظرك برضو الالي اسم كبير بخبرات سنين كتيرة جدا 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 ده يمثل كم في المية قصاد الجمهور يمثل كم في المية لا يعني خبرة النادي الاهلي اعتقد انها ستين في المية انها تبقى في صالحه ان انت اسم النادي بيساعدك بشكل كبير بتقدر تتعامل باختلاف الاجيال باختلاف اللعيبة اللي مرت على النادي الالي باختلاف المدربين حتى عندك القدرة ان انت هتتعامل في ظل الظروف الصعبة نقطة الجمهور زي ما قلتلك فيه فرق بمعنى اصح بيبقى ليها اضافة الوداد من الفرق دي يعني في وجود الجمهور بتحس ان اللي هي اللعيبة عندها حماس اكتر بيروحوا على طول بيبقى من اول دقيقة ضغطينك انما اظن ان النادي الاهلي ان شاء الله لو بدأ المباراة بشكل جيد وتعامل بشكل جيد في بداية المباراة هتفرق معا بشكل جبي بتنام بليل ازاي قبل اي بطولة يعني قبل اي مباراة من البطولات النهائية دي انا ظن يعني معرفش الوقت بتاعنا الحمد لله كانت الامور بالنسبة لنا وانت العيب خليبها لك تبتاع مع مين يا صديق انا كنت باعد مع احمد فاتحي على طول على طول على طول واحمد فاتحي بينام ولا بيصر لا اه احنا الناس اللي بتنام بدري يعني تم استعكام ابي ماتش لا يعني 11 اتناشر بالكتير بتصحى كام الصدر لا يعني طبيعي كنا كلنا بنصحى نصلي الفجر وبعد كده ننام تاني بنصحى على الفطار تسعة او على حسب معاد الفطار بس احنا يعني ايامنا كنت بتحس ان انت عندك ارتياح شوية يعني انت عندك ثقة في كل اللي حواليك سواء العيبة سواء الاجهزة الفنية اللي موجودة معاك مش كسبان بس مش قلان اه يعني بمعنى صح لأ مفيش حد يقدر يقول لك انا هكسب بكرة او اعمل حاجة بس انت بتبقى بناء على اللي حاصل خلال الفترة الاخيرة بيبقى عندك ارتياح كان تشكيل بتعين انت طبيعي جدا بيبقى باين في التمرين قبل المغراب يومين تلاتة ممكن محدش يعرفه انما باين اللعبة كلها عارفة مين اللي هيلعب من اخر التمرينتين تلاتة انما يوم المغراب هي المحاضرة اللي بيبقى تأكيد عالتشكيل نفسي عمرك ما اتفاجأت؟ اتفاجأت بس مش في النهائيات يعني اتفاجأت في في مواقف كتير كتير؟ انا بقى داخل المحاضرة اه يعني حصلت لي مش كتير قوي يعني تلاتة اربعة مرات بس كلها مفاجآت اللي هو تبقى داخل المحاضرة يعني يعني انا مرة مسلا مع المنتخب كان عندي انذارين وبنلعب تلات مغراف الفين وتمانية في دور المجموعات ودخلنا المحاضرة انا مقلم نفسي انا كان عندي انذار وفيه تلاتة لعيبة تانين عندهم انذارات فانا مقلم نفسي ان احنا الاربعة اكيد هنقعد احنا كده 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 كنا صعدنا اول مجموعة ومعنا لعيبة كتير يعني انا كان البديل بتاعتر السيد موجود من اول بطولة وما لعبش دقيقة فانا لعبت اول مباراتين 90 دقيقة فدخل المحاضرة عادي كانت حسن بيقولي التشكيل فاول مواصرة عندنا وقالت سيد معاود انا من الناس اللي اتفاجئت ان انا هلعب انا مقلم نفسي قبل المبارات بيوم ان خلاص والتلاتة التانين قاعدوا احتياطي وانا الوحيد اللي لعبت فدي من المفاجآت مرة مع كابتن يوسف بنلعب اورلندو في الجونا وده المطش ده كان في رمضان الساعة اتنين بدوه داخل المحاضرة مش مدي اي اخوانة من اي حاجة قالت تشكيل واقعدني يوم هنا وعبدالله السعيد فانا المحاضرة ما اتقالت انا مش مصدق يعني المبارات دي بس كله خير يعني بعد ما بيحصل الاحداث دي بتعرف ان هي خير لو مفاجأة بالنسبة لك سلبية تسأل لا في وقت المبارات نفسها او قبل المبارات ما فيش سؤال هو مجرد تشكيل اتعلان خلاص هو كل الناس اللي موجودة سواء على الدكة او برد السكور كله مركز في المطش خلاص ما فيش حد وعلى حسب برضو المكان اللي انت موجود فيه انت الشخصية اللي وشك يقلب ولا تمام لا ده اوش بيقلب جدا بان اكتر واحد كان بيقلب وش يعني انا ما انا ما معرفش اخبي حاجة انا دي كانت مشكلة كبيرة جدا يعني انا يعني مين اللي جيب مرة قالك افرد وشك اه لا اه يعني اتنين مدربين واحد ماصري ومستر جوزي بس انا ما انا مكنش اعرف اغير من نفسي يعني انا حولت فيها كتير انما لا مجرد بس ما مايتعلن تشكيله وانا مش موجود فيه انت انت وانت معدي جنبي هتبقى عارف اما انت عملت ايه مع برادلي ده انت حضرت له محضرات كتير ما كانش بينادي عليك لا اه اه برادلي انا كنت يعني ايه بمعنى اصح رامي توبته من ناحية دي انا عارف ان هو مش مقتنع باية وهو اما بيجيبني المعسكرات بيجيبني عشان انا اللي بلعب في النادي الالي اساسي وبماشي بشكل كويس فهو بيجيبني ارضاءا يعني بمعنى اصح للرأي العام او محدش يسأله انت مجيبتوش ليه فهو بيجيبك المعسكر انه مهم اقلم نفسه يعني عمرك ما سألته تبجيبني ليه لا اخر مباراة اللي هي مباراة العودة هنا تعغانة لا هو جابني قبل المطش اه الظهر وقال لي انا مقتنع بيجدا وبحبك وبتكلم كده بعد ما راحت خلاص اه كان لسه مطش بالليه فانا انا قلت الاحايا الاولين هو هيلعبني بل فقال لي بس انا يعني حتى المباراة الاولى انت هلعبتش وانا شايف ان انت تلازم تلعب بس المباراة النهاردة هلعب حد تاني طبق فكرة انا من اول يوم عارف ان حضرتك مش مقتنع بايا والموضوع بالنسبة لي عادي بس انا انا نقطتي لو مش مقتنع بايا ما كنتش تجيبني اصلا يعني خليني بايا يعني انا انا فاكر موقف ليه مع الكابتن ديها ساعتها قبل المباراة غيرنا الاولى الكابتن ديها كلمني في التليفون كنت قبلها ما بروحش المنتخب خلو فقال لي هو دلوقتي الراجل قال لي اكلمك واشوف انت لو جيت واعدت احتياطي احنا مش عايزين اي مشكلة من بدايتها كده اه قلت له بس انا عايز اقول لحضرتك مبدأي ان انا ما عنديش مشكلة ولا عمري هعمل مشكلة عشان حاجة طول ما انا موجود في المنتخب انما هي النقطة اللي بقولها لك دلوقتي وبقولها لحضرتك وتوصلها للمدير الفاني لو عندك قرار انت واخد ان انا مش هلعب فما تجيبنيش خلاص طالما انت جايبني كده كمالة عدد ما تجيبنيش انما لو هي منافسة بين اتنين او تلاتة بين اربعة لعيبة خلاص حطني في المنافسة دي قال لي لأ يعني اعتقد ان هي ممكن تبقى منافسة فانا اخدتها من ناحية خلاص انا طبيعي جدا كان احسن لك ان ياخدوك وما تلعبش ولا ما ياخدوكش اصلا لا هو منتخب مصر شرف لحد ان انت تبقى موجود يعني دي نقطة مهمة جدا انما انا وجد نظري دلوقتي كمدرب انا لو مش مقتنع بالعيب مش هجيبه المعسكر عشان ما يعملش عليها اصلا ضغط يعني ما خلينيش هفكر فيه مرن كويس انا كنت مرن كويس جدا يعني في تمرين مرن عندك روح مرن جدا لا انا عندي برضو نقطة انا اقلي بوشي انما هتلاقيني في التمرين احسن من التمرين اللي بالعب فيه هتلاقيني مختلف تماما يعني هتلاقي واحد بيحاول يبين لك لا انت غلطان انا عملتها مع مدربين كتير جدا في الاول ممكن ما تبقاش مقتنع بيك بس من خلال التمرين والمتشاط انا بغير لك وجد نظر محن تشال لك في التمرين حاجة يا مي كويس سيد بتاعي لا ما فيه 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 انت فاهم بقى طبعا يعني احنا كمصريين اما مساعدين للاجانب او عماتها يعني لو الاجنبي مش مدي احاق ان هو راضي عنك فهم كل الناس بتبقى حواليه بقى تديش الاحاق يعني انت فاهم يعني حتى لو عملت حاجة كويسة ممكن الناس التانية مش شايفك اصلا لانه الراجل المسؤول مش شايفك او مش عايز يشوف فالبقائين اللي حواليه كله مع بعض يعني مرحلة صعبة اوي اللعيب اللي هتلاعب بكرة عارفها دلوقتي اكيد بنسبة 100% اه ليه خليتها 100% انا انت في التمرين اكيد موضح كل انت مش هتجي تفاجئ بكرة لعيب في نهاية افريقيا تقول له انت هتبدأ المغرأة خط هجوم النادي الاهلي عدد كبير جدا احنا شخصيا اي ثلاثة هنلاقيهم اربع هتبقى الدنيا عدية بس انت كمدرب عارف مين اللي هيبدأ ومحضره بشكل كويس لان انت عندك سيناريو المغرأة يعني زي ما قلت لك انت لو رجعت موسيماني الفترة الاخيرة هتعرف هو هيبدأ بمين يعني يعني التلاثة اللي قدام يعني برسته ده فيهم رقم واحد موجود موجود حسين الشحات وعبدالقادر المفضلة ممكن هتبقى في حسين في حد تاني بس وهيبقى عشان انت رميت ورق كتير لا تلاتة برسته واحد واحد آآ عبدالقادر اتنين قدام مش شريف لأ مش شريف برسته واللي عيب برسته واللي عيب قدام هو بيلعب بي مين آآ لأ بيلعب بي فرود على طول يعني شريف في الفترة الاخيرة هو بينزل على فترات وبدأ مبارأة ومبارتين آآ خلاله الدوري إنما هي دي رؤيته والمطشات الخارجية كمان معظم المطشات لعب كده وشريف بيبقى تغييره مهمة بالنسبة برسته قدام آآ وعبدالقادر وحسين عبدالقادر وحسين آآ مش طاهر آآ ما ظنش المباراة دي هيبدأ بطاهر آآ يعني المباراة دي ممكن يخلي طاهر لأنه التلاتة وده برضو هيرجع لجهزية السلية لأن السلية هيفرق بشكل كبير لو موجود الملعب إنت بتتكلم من التلاتة بتوع نص الملعب موجودين آآ خلي بالك أنت عمدي ويانجو والسلية إنت لحد الوقت عندك شك ممكن يكونوا موجودين بس كلام كبش بيره كلام الناس لكن الدنيا تمام اتمرن فبنسبة 100% هو تمام هيبقى مهم جدا التلاتة يكونوا موجودين في الملعب حمد فتحي من أكتر الناس اللي تنجح لك تغيير طريقة اللعب وممكن تلعب بتلاتة وراء أو ممكن تلعب أربعة تلاتة تلاتة حمد فتحي هو العنصر المهم في الحتة دي اللي هو ممكن يغير لك الطريقة خلال مبرأة بدايتها لو الستة بلعب بوكس يعني يزيد ويروح ويجي وممكن ضمن التلاتة لو بدأت بتلاتة وراء يلعب وسطهم فالأمور بالنسبة لك بتبقى مريحة في وجوده فأنا أظن أن بكرة التلاتة بتوع نص الملعب هم أهم تلاتة موجودين هل في مفاجآت الرقراقي أو المسلمين يقدموها البعض يعني هم يقول لك الفرقة الكبيرة والمبرأة الكبيرة ما فيهاش مفاجآت سبت هو يعني أعتقد أن المدربين كمان اللي عندهم خبرة شوية حافظين بعض وما بيفجأوش يعني ما بتلعبش في فرقتك في مبارايات يعني كلنا دلوقتي خلال الفترة الأخيرة كل الناس بتيجي تتكلم على جوارد يقولك بيجي تفلسف في آخر مباراة فده اللي بتأثر عليه إن هو يخرج من بطولة أو يعمل في مدربين تانية لا أنا بلعب بالمضمون باللي ماشي بيه خلال الفترة الأخيرة اللي نجح معي خلال الفترة الأخيرة مش هفاجئ أو هتفاجئ بلعيب لعيبه مباراة وهو يكون بعيد على المشاركة بقاله كتير مش هتلاقي الاسم ده مش هتلاقي اللعيب ده مفيش أصلا كلها الأمور واضحة وانا ظن لا يعني بالنسبة للنادي الأهلي لا الأمور هتبقى عادية ما فهاش مفاجئتها مسلماني قال جملة مرة معرفش هو متمسك بيها ولا غيرها قال أنا بحط سناريو المباراة أو توقيت التغيير بلعيب التغيير بغض النظر عن الأداء لا أظن دي صعبة جدا لأنه فيه متغيرات أنت ممكن خلال المباراة نفسها ممكن يكون محضر محمد شريف أنت هتنزله النتيجة سف سف أنت مثلا خسران من بدري واحد أو اثنين فهتبقى تغييرها بدري أكيد هتعملها بدري مش هتستنى كل التوقيت ده يعني مباراة الأخيرة محمد شريف ينزل مثلا خمس دقائق ربع ساعة لما لو النادل آله خسران اثنين ثلاثة هينزله في نفس التوقيت لا أكيد هايبقى بدري شوية فهي بناء فيه متغيرات متغيرات أنت لازم تتعامل معها أثناء المباراة أنا ممكن أكون محضر حاجة ومحضر سيناريو بس سيناريو بتاع بكر أنت وانت بدء المباراة جبت جون بدري أكيد تغيراتك وكل فكرك هيبقى متغير على حسب أنت مضغوط هتنزل حد في نص الملعب مش مضغوط والأمور ماشية بشكل قوي لقدر الله دخل فيك جون بدري ما أنت أكيد لو بتلعب بثلاثة هتخليهم بتلعب بأربعة وهتزود في نص الملعب يعني كلها أمور على حسب الوضع اللي أنت شايد الجمهور ده مع العيبة يمثل يا سيد يعني هل ممكن العيبة لقى ده نهار ده بتفاكل مثل هنبدأ بكرة المباراة ضغطين هجمين في وسط جمهورهم ولا دي بتبقى صعبة بتاخد أول خمس دا قصة مختلفة لا هي صعبة بس لازم يبقى في شخصية موجودة شخصية موجودة إن أنا ببقى واقف على رجلي من أول دقيقة مش حاسس بالضغط الكبير من ناحية الجمهور الشناوي قال نقطة مهمة المباراة اللي فات بتعرجاء في المؤتمر قبل المباراة اتكلم في نقطة ايه الجمهور مش هينزل يلعب الجمهور مش هينزل الملعب فهم 11 ضد 11 فهي النقطة بداية المباراة لازم الصقة تكون موجودة أنا لعيب كبير معظم اللعيبة اللي موجودين في الملعب هم لعيبة دوليين يعني حتى اللي في منتخب مصر المنتخبات التانية تبكلم عن لعيبة كلها خبرة ايه المنش اللي الجمهور هزك فيه لا يعني هو مطش غانا الاولاني الاولاني مش الجمهور النتيجة بدأت بدري يعني كمية الفرص في مثلا في اول ربع ساعة لا يعني تديلك احاق المطش النهاردة مش يعني مش هيمشي بشكل كويس يعني في بعض المباراة كده في فرق بيتلعبها يعني ليه كلنا بنقول اول ربع ساعة عديها في المطشيات الخارجية لان ده انت اللي قدر لا دخل فيك جن خلاص انت اتضغط عايز تطلع تهاجم هيبقى في مساحات لو بتلعب فرق عندها عناصر مؤسرة لا هيتعبوك جدا فماتش غنى ده اللي هناك بعد الاهداة بعد نتيجة دي في اول نص ساعة مسلا كنت اتمنى ان ابراد لي بصلك ولا نتمنى انهم يبصلكش لا يبصلي انا من الناس اللي اه الحمد لله يعني ما انا يعني كل ما يبقى عندك ثقة في نفسك وان انت تعمل ان انت عندك القدرة ان انت تساعد في رقيتك ده شيء ايجابي جدا لان انت خلي بالك هي الحلول مش ان انت تبصلك بص لأي باكلفتي تاني انت عارف لو عبشها في قاعد احتياطي كان لازم يلعب انت فاهم يعني انا قلتها قبل كده اقولها تاني المباراة دي لو بردلي بس يتعامل فيها بشكل جيد كان عندنا فرصة بمباراة العودة انما مجرد ان انت فتحت الملعب اكتر عشان تعود النتيجة اللي هناك خدت ستة انت كان المباراة لو خلصت تلاتة واحد خلي بالك ده الدرس الدرس الى عاشه اللي عاشه بعد كده كوبر وعاشه بعده كمان كيروش وليه كوبر نجح لانه هو اتعامل عمل منظومة دفاعية قوية وكل الماضيات الخارجية انت بتتعمل على انا بدفع بشكل كويس واول مكورة تيجي عبدالله هيلعبها لصلاح طالما بتنجح فيها خلاص هو ده اللي نجح انما انا ممكن افتح الملعب واتغلب تلاتات واربعات ده شيء كويس لا ده مش كويس مدرب الناجح يبقى عارف الامكانيات اللي معاه وقدر يتعامل معاه صح توقعتك بكرة ان هو في احتياج بكرة لدك البودلاء ولا التغييرات طبيعية يكون متأخرة على حسب النتيجة بس طبعا الدكة مهمة جدا ما بيعندك انصر او اتنين يعني خلي بقلك افشل فترة الاخيرة بيلعب على فترات بس هو انصر مهم يعني في تغيير الطريقة ان الملعب برضو قاعد يديها ستين عامة كل المباريات بيبقى فيها مساحات اكتر ليه فجأة لقينا وبقت ثلاثة اتنين واحد وبقت مفيش عشرة لان عشرة ده طول عمره او كل الناس المتعودة عليه هو الراجل بيستنى الكرة مجيله ويبدأ يلعب في المساحات ان هو ما بيدفعش بشكل جيد على طول معظم الوقت وهو فاضي فدي نقطة دلوقتي صعبة يعني نقطة صعبة لان انت كل الفرق دلوقتي لازم عندك دور دي فيها هتقديه بشكل كويس والدور الهجومي بتاعك فان ان انت يبقى عندك واحد هو متمركز بس بعد نص الملعب لا هتلاقي عشرة على طول كل اللعيبة اللي موجودين تكلم من جوة مصر او برا مصر طريقة جاريوهم او معدل جاريوهم اقل من اللعيبة التانية انت دلوقتي عندك امكانيات ما بتلعب بتلاتة نص ملعب انت بتحافظ على المنظومة الدفاعية وبتهاجم بشكل كويس فخلاص طالما عندك واحد زي السلاب يقدر يهاجم اه هو بيستخدم واحد من تمانيتين هو يعملها اه بس وهلا هو بيلعب تلاتة تلاتة او تلاتة اتنين واحد موسيماني موسيماني بيغير الطريقة على حسب يعني مثلا معظم الوقت هو بيبدأ بتلاتة اربعة تلاتة يعني هاني وعلي معظم الوقت هم لعيبة نص ملعب اما بيلعب بتلاتة بيرجعهم وبيلعب اربعة اما بيدخل واحد بيطير واحد يقفع اه خلي بالك انت من اكتر الفترات اللي شفتها للنادي الاهلي هجوميا من ناحية البكين في كاس العالم الاندية مع ان دي اصعب مرايات من افريقيا واصعب من الدوري بس انت كنت شايف هاني ومعلول بشكل تاني ليه ان عندهم حرية الناس بتلعب وعندهم زيادات لان فيه في ظهرهم يعني فيه ناس متمركزة عالية ما بيطلع عالية من العناصر الهجومية بشكل كبير جدا فلازم تساعدوا تساعدوا بايه لازم تبقى حطت ناحية واحد يقف في الحتة دي لان علي مش هيروح ويرجع علي الناحية الدفاعية اكيد هتتقصى بس انت ساعدوا ان هو يقوم بالدور الهجومي بتاعه بس هو بيطير علي في وده التلاتة وبيعتمد على نص الملعب انه يقفل انه يقفل حد منهم بيجي ناحية علي وده طبيعي جدا في الكرة يعني انا مش هقول لي علي معلوله وقف مكانك وما تهاجمش وخلاص فالموضوع كده يبقى انا مستفدتش به ممكن ألعب اي حد تاني مين بقرة اللي في الملعب يطمنك يعني ده بدون دخول في تفاصيل بلعب ازاي اصل الحكاية وجود الشنو يعني اي طمن واحد من العنصر المهمة جدا بس كم في المية من كتل قال ليه 60% يعني لو في حالته انبارح ريال مدريد هو الليفربول هو جهول اللي يكسب ريال مدريد بلعب فرقة كاملة بامكانيات كبيرة جدا على الورق هي اصلا الليفربول اجمد لو عملتوا مقارنة كل لعيب والمنافس بتاعه لا الليفربول يعني فيه فرق شاسة انما وجود حارس مار مقوي لا فرق ده قوي اوي يا سات او ده قوي اوي يعني لا وموفق موفق في حاجات يعني كرة صلاح دي لو اتعدد 10 مرات هي هتدخل في 10 مرات انه يطلع بالحتة دي من دراعه يعني كانت صعبة جدا نطلع فاصل وبعد الفاصل نعود من جديد مع كابتن ساد معاو بعد الفاصل يا اهلا بكل مشاهدي خلوات اون تايم سبورتس في كل مكان ومن خارج استاد محمد الخامس وقبل ليلة واحدة من انطلاق لقاء نادي الاهلي والودادي وساعدنا نلضاقي بمجموعة من الجماهير الاهلوية اهلا بيكو على اون تايم سبورتس الجمهور طبعا متحمس جدا قل دي رأيك رأيك في اللقاء وتوقعاتك توقعاتنا ان شاء الله اللي احنا مسلماني عند المبارات الصعبة دي بيكون عند حزن جمهيري الاجل الاهلي ان شاء الله بإذن الله الاهلي الحضاشر هنأخدها من هنا بإذن الله ايه في الحماس اللي موجود عند الجماهير ده ممكن ينعكس على اللعيبة من الاشياء ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي وراء النادي الاهلي في اي حتة في العالم احنا وراء النادي الاهلي في اي حتة النادي الواحد اللي بيفرّح والله والمطشء طبعا هيكون بين النديين كبار الوداد والنادي الاهلي مطشة صعبة لكن معنا وان شاء الله خير بإذن الله. 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي عاي يجيب الكاس واحنا راجعين ان شاء الله. المغرب او الشعب المغربي في في عمومي بيعشق هذي رسالة انا المسهى يوميا يعني. بيعشق مصر بشكل خاص. وايضا الجمهور المغربي في عمومي سواء اللي يعني اي 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 نادي يعني عنده روحة رياضية عالية جدا وانا متأكد ان شاء الله بكرة ستكون مباراة طاليق بإسم للندي الكبار نادي الاهلي. صحيح ان اسم اعلاوي. ان اسم اعلاوي. لكن جاي عشان من طرجة جاي عشان لشجع الاهلي من مصري. انا يعني قسم ان احنا ان شاء الله ممكن نقفل� خمس تلاف ا instrلاف بإذن الله. ماهجال متفائل باللعيبة. من خلال رؤيتك العيبة النادي الاهلي وعيدك لخذه حشك للأحسس من الى من وجوه اللعيباتي. For so Biology. يعني يعني. لعبта الاهلي عمرها ما قصرت معانا فان شاء الله يعني رجالو. وعالمكس بناوين الشباب دول بقالهم 3 ايام هنا في الدار البيضاء بتشجيع ومؤذرة لفرقة النادي الاهلي وإحنا غاين من القاهرة عشان بنشجع النادي الاهلي وورا النادي الاهلي في كل حتة هيتلعب في مصر يتلعب في المغرب إحنا وورا الاهلي في كل حتة وتوقعات الماتش إن شاء الله 1-0 الاهلي إن شاء الله البطولة هنا بإذن الله رغم كل الصعوبات الاهلي واجهها في طريقه إن شاء الله إحنا مصممين إن إحنا نفضل بطولة ونعمل ريكورد جديد لمصر أولا ثم الجماهير النادي الاهلي المحبة والعشقة إحنا جئنا من باريس من فرنسا النهاردة مخصوص عشان نساند الاهلي دي جماهير النادي الاهلي المؤذرة الفريق غدا إن شاء الله بإذن الله لنتمنى لهم كل التوفيق رد عليك كابتن داية دلوقتي على التليفون وقال لي كان بيتمرن جمد صراحة محترم كابتن داية حبيبي دلوقتي حبيبي دلوقتي كان من خمس دقايق كتاع بتقطع ده ما أنا بقول حبيبي لأنه حبيبي فعلي الحمد لله ركبت المصلحة دين تمنيين لا لا عمري ما يتلاقيني بقاطع في حد ده لسه دلوقتي قابل أحب دول المصري بيمشي مع الأجنابي في التمرين لا مكلم عموما ما أنا آآ يعني آآ كلنا كده أنا ما بقولكش على حد معين آآ من السيف ولا السيد كله كده على حسب آآ الراجل الأجنابي لأنه هو المسؤول آآ فده بيبقى طبيعي سكابتن شخصية محترمة بصراحة نتعملت معها سنين كتيرة جدا جدا وبعدين هو جال من نقطة الضعف فخلاص سكابتن داية دلوقتي بقى بالنسبة لحاجة تانية الكلمتين اللي قالوا من دول بالنسبة لحاجة تانية خلاص طيب كابتن داية دلوقتي برضو هو بيكلمني قال لي إن ابنك ما شاء الله لعيب كبير يعني لا آآ مش لعيب كبير والحمد لله يعني أكيد أحسن من أبو آآ آآ أتمنى إن شاء الله يعني هو ولد صغير ماشي بشكل كويس وبرع في الفيلم ست آآ بس فأتمنى إن شاء الله فرقة جامدة ما شاء الله آآ فرقة كويسة فرقة الناد آلي يعني الآلي وزيد من أكتر الفرقة اللي فيهم لعيبة في منتخة مصر ماشي الله فده القوام بتاع الفين وستة فربنا يكرمهم كلهم يعني شاء الله فيه بدك وفيه جون برضو عندكم جون كويس؟ فيه لا الفرقة فيها لعيبة كتير فيه عمر الجون فيه أنا مش عايزة أنسى حد بس كلهم كل الناس اللي بتلعب ناس مميزة جدا عبدين المدافع لعيب كويس عبدين من الناس كويسة جدا فيه أخين حسامو إبراهيم حسامو إبراهيم تاني في اللقاء فيه باكلفت اسمه فارس لعيب كويس فيه ناحة تانية برضو أصلا الفرقة دي يعني زي متبنيها لأنها بتفرج عليها بقالي تلاتة اربع سنين يعني أنا بتفرج عليهم بشكل دايم فيه شام مصطفى برضو من العناصر كويسة جدا فيه لعيبة كتير في الفرقة قوام كبير من المنتخب 2006 منها من الأهل وزد الاتنين فيه منعم برضو في زد حارس مرمى كويس محمد أيسم كويس فيه عمر خدر فيه مروان كويس فيه لعيبة كويسة يعني بشار تلوقتي نتمنى كابتن سيف بأمانة يعني دي أمنية مني شخصية تمنى إن الناس دي مش 2006 بس بصراحة أقول لك حالة كل فرق أنا أنا تعاملت في اتحاد الكورة دا سنين سنين كتير من عمري وده من حتى اللي بيجي بتمنى له التوفيق وبعرف إن هو عليه حمل صعب أول مرة من سنين كتير في اتحاد الكورة أشوف كادر مع الناشئين زي محمد وهب دا صراحة أنا اتكلمت معه مرات قلائل جدا ولكن راجل مثقف متحضر متفاهم نضيف أموره واضحة عنده فكر كبير جدا تعرفت تتكلم معاه عنده برنامج عنده طموح وأعرف يتعامل مع الولاد بشكل جيد لأن السن دا برضو سن صعب جدا معهم صبت مع راجل عامل معايشات بره هي النقطة إن انت تعرف تتعامل معهم جوه الملعب وبره الملعب فاللي أنا بقوله اللي بتمنى إن إحنا نكون محضرين أجيال يعني أنا مش عايزين نتفاجئ إحنا كلنا دلوقتي بنتكلم على صلاح بس هو صلاح فاجئنا خلي بالك آه بنتكلم إن هو العيب كويس بس هاتلي واحد مثلا في مصر وصلاح عنده عشرين سنة كان بيقول إن صلاح هيوصل للمكانة دي سخلي بالك يا سيد البلان نفسها اختلف يعني دلوقتي في الكطاعات كابتن عالق نبيل كابتن خالد بيبو آآ مجموعة كبيرة جدا حتى في الزمالك يعني في مجموعة كبيرة بتدير كان موجود كابتن طار ريحي كابتن جمال عبد حميد كابتن محمد حلمي يعني أسامي كبيرة دائمًا كان كتاع الناشيني يقولك إيه آآ اللي فاضي ينزف دلوقتي لا انت بيجيب اللي فاهم يمسك اي لا دي نقطة مهمة ونقطة مؤثرة جدا يعني انا اتكلم عن النادل قال ان انا بشوفه على طول لأ يعني خالد بيبو آآ لأ في تطور في كطاع الناشين آآ كل الناس اللي مسكت قبل كده ناس محترمة وناس كويسة بس عنصر صغير عنصر عنده فك وبدأ يتطبق اكيد في اختلاف عن الفترة اللي كانت سأقولك جايز اقولك حاجة بصراحة دايما اللي بيمسك في كطاع الناشين ده كل احترام لكل الناس طبعا بس يعني خالد بيبو مسهل انت ابنك بيلعب فبقى خالد بيبو ده شخصية انا اخلي بالك. فيه لو حد انه ما بلعبش اختلق. انا 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 اخلق بيبه ما بلعبش ابني. اه. ما بلعبش ابني. محدش محدش جوه النادي بلعب ابني وهيقعد ابني. يعني هي النقطة هو كل واحد عنده الملعب. انا محدش لعبني وانا صغير. انت فاهمني? هو الملعب اللي خلاني يلعب كورة. محدش وداني منتخب مصر بيجملني. هو اللي. بيلبوش ازاك? اه عمر? اه طبعا. انا بحاول معاف دي. انا بحاول معاف دي. لان انا انا كل حاجة وحش عملتها. انا مش عايزه يعملها. انا انا كنت ادخل من النقطة بتاع صلاح فيه. صلاح هو اللي عمل نفسه. صح. ليه احنا ما نعملش يعني شوفنا واحد نموذج قدامنا عمل واحد ادنين ثلاثة. صح. امشي كلنا على واحد ادنين ثلاثة. نمسك تسفره? اكيد يعني انا نفسي كل عيب مهم في الناد الاهلي. واكيد برضو الطريق اللي احنا شوفناه. صلاح سهل على ناس كتير جدا الطموح. يعني ممكن لو قلت لك من عشر اخنص اشر سنة ان حلم اي لعيب كرة في مصر ان هو هيحترف. هتشوف النماذج كلها. اه هيحترف يومين ويرجع. هيحترف فاندية وسط الجدول. انما صلاح ودى الناس حتى الاحلام في حتة تانية. صح. نرجع للاهلي. بكرة شناوي الصمام امال الناد الاهلي? اكيد. ان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يكرموكم من العناصر المؤسرة في الحصول على البطولة. ان شاء الله. طيب وانت معنا ناخد الكابتن احمد ناجي مدارب حراس نادي سراميكا او المنتخب الوطني الصابق. كابتن ناجي مساء الخير. مساء الخير عليكو اسف وطبعا سيد حلقة جميلة بستان سايا. ربنا خليك يا كابتن يعني كابتن سايد بيقولك كان بيقلب وشه زمانة. كابتن ناجي حبيبي. كان بيقلب وشه زمانة كابتن. كابتن ناجي جافني كتير. ما كانش بيقلب وش كتير عشان ما كانش بيعطي. لا يا كابتن ده في فطرة بالكامل ريح يا كابتن. بس هو شئلة من حياته. لا سيد في العمر واحد من الناس اللي فعلا اه كان محترف في زمن لسه ما كانش الاحتراف بقى يعني موجود بالشكل ده لانه كان فعلا غيور جدا على انه يكون موجود وده طبعا احنا صرفها كان مداربين بنحبها في التعليف كتير يعني. هو ده ده مدارب كبير. واللعيب المعظف ده ما انت متحبوش كمدارب يعني. ان هو يقعد ما يقعدش يلعب ما يلعبش فما عندهوش اكشم ما عندهوش رد فيها اللي طبعا بتحس انه ده يعني ما هوش اه اويرنج بالموضوع يلعب يلعب ما يلعبش ما يلعبش لا. طبعا ان ما يبقى زعلان احنا كجهاز فاني كنا بطن نبقى مبسوطين ان هو زعلان وغيره ما يبلعبش. وتلاقيه في التمرين افضل من قبل كده. نتلاقيه في التمرين مش ان هو قلب وشه. اه ييجي بقى وزلبل وما يتمرنش لأ سايد تنبيه ييجي يعني. يعمل احراج للمدربين يعني احراج للجهاز. صحيح. صحيح. رأيك اكبت ان يعني برضو حاخد حرك في تلات نقط كده سراع مهمين جدا. اول نقطة حاخدك على مبارح. رأيك كيف اللي حصل مبارح ورأيك كيف كورتوه اداءه مبارح مع ريال مدريد. فانا اول حاجة عملتها نزيل كله هو اه ومدربه. لويس اه بوكولوس اه بوست كده على الصفحة عندي. اللي قلت ابطال اه دوري ابطال اوروبا هو بورتوه ومدربه. لانه طبعا ده ابن كار يعني اللي قولي المدرب ده ابن كار يعني. طبعا. قلت ادلهم حتى كده رأي حاجة يعني طبعا مع طبعا ان انا كنت شايف ان المبارح اه صراحة تزعل الليفربول جيدة اللي امية وانت باقيبا. صح. مفيش حارف اه في اي مباراة في الدنيا. يعمل اه تسع انقاذات حقيقية. اه. تسع انقاذات يعني الجاز العصبي ما يستحملش. يعني قدر التركيز اللي كاميرا اكتزكرتوه مبارح. اه. يعني لو جت حسبت له في القرار هتلاقيه مية في المية مزبوط. لو حسب يعني القرار اللي هو ايه الصعود ان هو ياخد كورة. الصعود ان هو يضرب كورة. اه بناية اللعب. اه كل الحاجات دي كانت اكسلان. اه. اه تعالى بقى في الحاجات اللي فيها اكشن. اه بيحط جسمه في مساحة لازم كورة تيجي فيها. اه. يعني مثلا في واحدة شالها من صلاح بكسه او بجزء من كسه وجزء. يا كابتن ده بيحط رجل وايده وصدره وراها. يا كابتن ده بيحط رجل وايده وصدره وراها. اه. 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 اعرف امبارح بينزل عالكورة في كسر مثل ثانية وبطوله دو اطول من سين متر. صح. لكن بينزل في كسر مثل ثانية على الكورة الارضية ده طبعا تطور فضيح في المستوى لان انا شخصيا يعني ما بكتش حبه اه كورتو او اه شكل اداء بتاعه. يعني شكل اداءه. اه جول طويل فمفتخد للرشاقة في بعض الاحيات. صح. اه. لكن امبارح اه طبعا ده يحسب لمدرب عظيم كان انا اعتقد كده. لان العناصر الفنية والبدانية والزينية عنده راحت في حتة تانية خالص. يعني المباراة دي انا شايفه اه كل حاجة عملها اه طبعا السبات والثقة في النفس وزي ما تقول هو رايح المباراة دي وراح يجيب الكاس. يعني ما يعني في مباراة كده ببثال حرج. يعني زي مباراة ان شاء الله النادي الاهلي. يعني لو انت بتعمل تجهيز نفس الشبناوي او او بتعد وعداد نفس المباراة. اه. بتقوله انت هتلاقي فرق الوداد دي لوحدك. ماشي مستعد. اتفقنا? اه. يعني فهو ده بيبقى الدور المدرب في التجهيز الزهني والنفسي على اساس ان الحارس يبقى مستعد النقور حتيبق عنده كل. اكيد مدرب ريال مدريد التعامل كده مع كورتو وقال له انت كل دقيقة عارف طبعا. الفروات الفردية بين بين الدفاع اه اه ريال مدريد وهجوم اه ليبربول. فيه فرق شاسح في كل حاجة. في الثلاثة اللي بيلعبوا قدام اه في ليبربول والاربعة اللي بيلعبوا وورا في اه في اه ريال مدريد. فيه فرق سرعة وفيه فرق اه تكتيك. يعني ريال مدريد مكانش بيلعب اي تكتيك مبارح. اه. اللي هو يعني بيلعب تحت الكرة والدفاع البحث. وراحوا كورتين جابوا كرة ومنهم. صح. بس. ما انتش فاكر انت قالت سولة بكورة تانية. صح. خالب. تجاهز بكرة الشلناوي ازا كبت? لا الشلناوي بص هو يجاهز بلد دلوقتي. اه. بناديله الصح. اه اه يعني الشلناوي هو طبعا مصدر اه يعني قوة ومصدر اه ارتياح يعني ان دايما انا اقول ان حارس المرمى وسانا ايد طبعا عارف الكلام ده كوية الناس بصوا وراها كده تبقى متطمنة. اه. تبقى عارفة ان فيها وراها حد اه حيبقى متحمل المسئولية بشكل جائد جدا. بتحمل المسئولية في ادواره وادوار الاخرين. صح. يعني ادوار الاخرين بمعنى ايه التنظيم الدفاعي والحفيز والموتيفيشنز والحاجات اللي هي اللي خلاص بقى هو حافزها وبقى هو يعني يستاذ فيها. اه. وجبنا له كده لقى قبل كده هو بتكلم مع اللعيبة بعد المباريات وبعد المصدات وبقى اسماء يعني كأنه مدرب في الملعب يعني عنده خبراته هادت بشكل رهيب بحيس انه هو بقى محدش يتخاف عليه هو. بالعكس هو بقى مصدر ثقة ومصدر قوة للاخرين. فانا مش الان عليه فالس وان شاء الله بكرة ان شاء الله اه بعد بكرة ان شاء الله يحلنا حاجة اه اه يجيب لنا الكاس ويجي ان شاء الله. ان شاء الله. اختيارات المنتخب يا كابتن كحرس مرمى يعني اه متفق حرك اه عليها? هو طبعا انا كنت متوقع كان فيه جدل على جبل. اه ولكن طبعا اه اه هو جبل ليه رسيد في المنتخب مع في البطولة العربية البطولة العربية. اه. وفي كل وقت احتاجوا فيه. فالرسيد ده اه خلاه يبقى 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 قريب للمنتخب. اه. والولدين التنمية. المسألتك هو احتياتي قلتلي لو انا هاخد ابو جبل برضو. ايه طبعا. بس في الاخر في الفترة الاخيرة دي جالي بعض الشك ان ممكن لانه هو قاعد فترة طويلة يعني فيه يعني مش عاجز اقول اهتزاز يعني عدم تركيز يعني. كان فيه عدم تركيز. لكن المثلا لما يعني الحضر في المكان معنا. المكان بيبقى عنده هفا ولا حاجة. خلاص هو ليه رسيد مفيش مشكلة. صح. يعني خطأ في كل شهر ولا كل شهرين مدعا. ما عندناش مشكلة. اه. بتقدر تتقبله يعني. اهم اهم حاجة يا كابتن في الحرس الكبير انه يغلط غلطات مختلفة في اوقات متبعدة. ده انت بقيت حافظ. سجل عندك كابتن ان احنا اتنين مدربين بالكلم مع بعض يعني. اسمعتك في الازاع قلت يا الله. ايوا كابتن معبول ايه صح معبول ايه صح. انا كابتن بناخد الكلام ونشتغل ديه بعد كده عارف يعني. ربنا يوفيش انه بكرة يا كابتن ونبارك لحضرتك ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رب. توفيه للنادي الاهلي. الله يكرمك. شكرا كابتن احمد شرف بوجودك دايا. الله يكرمك. شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي ومدرب حراس مارمى نادي سراميكا والمنتخب سابقا. الفاصل وبعد الفاصل نعود من جديد معك كابتن سيد معاود. بعد كل التوفيق ان شاء الله بازن الله غدا لا النادي الاهلي. المنتخب الوطني. اختيارات رائع فيها ايه? اختيارات اه جايدة بداية جايدة ان في عناصر اه كتير اللي تقلقت في الدور خلال الفترة الاخيرة هيبقى ليها دور. طبعا ايه طبيعي جدا مش هيبقى ليهم دور في الاول بنسبة او اه انهم ما يبقوا اساسيين اه بس اه الكويس انها هيتشافه. معنى اصح يعني. والفرصة الكويسة اللي ما كانتش متاحة قبل كده في فترات كتيرة جدا. انها يبقى فيه مباراة ودية. المباراة والدية دي بتساعدك بقى ان انت ممكن تدخل عناصر كتير يعني. شايف من وجهة نظرك مفاجئة المنتخب مين? ولا في النهاية برضو نفس السؤال اللي هو هتبقى المنتخب ليه قوام اساسي. حنرجع ليه. مع كيروش كان فيه دخول عنصر او اتنين. هو اكيد المنتخب ليه قوام اساسي خلال الخمس ست سنين اللي فات. بيتضاف عليهم عنصر او اتنين. اللي بيظهر بشكل كويس جدا. بس مع كيروش ما كانش عنصر او اتنين. كان عمر وكان عبد المنعم. وكان مرموش. هو عبد المنعم ما كانش بادئ. زروف هي اللي دخلته. عمر نفس الكلام. اه. الظروف اللي دخلته بعد صوت اكرم. طيب. فهي عناصر كلها ممكن الظروف تخدمك في العيب ان انت تظهره. وهو اخد الفرصة. فظهر بشكل جيد خلاص. هو اه اركب بمعنى اصح دخل جوه الفرق. انما في بعض العناصر ما فيه عناصر كتير اللي عبت في البطولة العربية. اه. ما بقتش موجودة بعد كده. ليه? الاستمرارية مهمة جدا. وان الموديل الفني يقتنع بيك. فالنقطة بالنسبة للعناصر الجديدة كلها. انا شايف ان هي عناصر مهمة. لان هما تقلقوا في الدورة وحقهم ان هما يكونوا موجودين. وياخدوا فرصة. الا هيزبط نفسه وهيزهر بشكل جيد. اكيد هيكمل. طيب. نروح لكزابلانك على هو مباشرة مع زميلنا ايمان مصطفى. ونشوف الاجواء هناك. ايمان مساء الخير تفضل. اهلا بك تنزيف. اهلا بكل مشاهدي قنوات انتاري سفورتس. في كل مكان من هنا من كزابلانكا. وقبل حوالي اقل من 24 ساعة. واللقاء المرتقب ما بين الاهلي والوداد. اخر طبعا الاخبار الخاصة بعدد التذاكر المسموحة لجماهير النادي الاهلي. والخطاب او البيان الارساله النادي الاهلي الى الكاف. والامور يعني متوترة بعض الشيء. واتكلمت مع بعض عضاء مجلس ادارة النادي الاهلي اللي فعلا اكدوا ان هما ما حصلوش الا على الفين وخمسمائة تسقرة حتى الان. وان هما بيتكلموا ان في حالة حتى عدم اه تواجد عشر تلاف مشجع من النادي الاهلي. حق اصيل للنادي الاهلي ان هو يحصل على حسته كاملة. اه في كل الاحوال حضر العشر تلاف او ما حضرش ده كان الاهلي. حق ان هو يحصل على الحسة كاملة من التذاكر. اه نتكلم في الامور الفنية وحالة اللعابين. الحقيقة النهاردة في التدريب الرئيسي اللي اقيم في اه مركب محمد الخامس وكان فيه حضور من مجموعة كبيرة جدا من القنوات والاعلاميين سواء المغاربة او المجموعة من القنوات المصرية اللي ايضا كانت متواجدة لتخطية ميران النادي الاهلي. اللعيبة كانت اه في حالة طيبة جدا يعني في بداية التمرين اه مش مش مجدودين مش متوترين ام ركزين لكن اه بشكل مقبول مش بشكل مبالغ فيه. و اه شفنا النهاردة الحمد لله ان عمر السلية الاول مرة منذ قدوم بعثة النادي الاهلي للمغرب ان الفرقة اه ان عمر السلية يتمرن التمرينة كاملة وان شاء الله بنسبة كبيرة هيكون موجود بكرة في اللقاء منذ البداية الى جانب طبعا حمدي فتحي و اه دينج الكل في حالة فنية ومعنوية طيبة جدا النهاردة حضر لـ الدمرين النادي الاهلي فيه اه مركب محمد الخامس ايضا اه استاذ جمال علام رئيس التحاد الكرة كابتل يحمد شوير ايضا كان متواجد. دعم كبير جدا من الكل ودعم لا محدود من مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتل محمود الخطيب لآ آآ يعني الجماهير يعني بعد ما خلصنا الربع ساعة اللي كانت مسموحالنا طلعنا يعني اسمعنا صوت آآ تشعر كأن فيه اربع خمس تلاف مشجع موجودين في خارج الاستاد لكن اكتشفنا ان كانت حوالي خمسمائة ستمائة واحد من حمسهم وسوتهم بتحس ان عدد كبير جدا كان موجود استنوا لحد ما اوتوبيس اللعيبة يطلع بعد انتهاء الميران وقاعدوا يشجعوا ويطالبوا اللعيبة بالفوز في هذا اللقاء الهام جدا الصبح طبعا كابتن سيف كان المؤتمر الصحفي لكلا الاتنين مديرين فنين سواء موسماني او وليد اريك راكي المدير الفني لنادي الوداد وموسماني النهاردة الحقيقة كان زكي جدا في التعامل مع الصحفيين كان بياخدوا وقته مباراة زي كده كل خمسمائة مشاجع او ثلاثمائة مشاجع يفرقوا مع نادلالي اه يفرقوا يعني التوجد مهم بس ياما مطشيات كان جمهور الاهلي فيها اه اوليل جدا ونادلالي كان بيكسبها يعني عادي جدا يعني انا مش شايف الموضوع برضه مش مش نقطة ان لو حتى موجود عشرة موجودين كان فيه مطشات كتير برا ملعبنا بقى فيه ثلاثة واربعة موجودين ومسافرين برا فرة والحمد لله كنا بنكسب فالامر ده انا شايف انه كده كده جماهير الوداد هتفقى اكتر بكتير يعني ده امر وقعي لازم نعترف به يعني حتى لو عشر تلاف بالنسبة لنادي الاهلي هي نقطة دلوقتي عند لعبة لنادي الاهلي لازم تحسس الناس جمهوري الاهلي عنده ثقة كبيرة في لعبته فلازم تحسسهم بكده من بداية المباراة سواء الناس اللي موجودة في الملعب او الناس اللي بتفارك في التلفزيون شايف ان يعني في الظروف زي كده ان المسلماني يبدأ مهاجم ويهاجم من قدام ويدغط ضغط عالي هو الطبيعي ان انت ما بتفتحش خطوطك بدري بتبدأ مأمن بشكل كويس بس المسلماني فجئنا خلال فترات كتير جدا يعني انا كنت موجود بحل المباراة الهلالي السعودي في كاس العالم الاندية اي حد طبيعي الهلال كان قبلها بتلات ايام بيلعب تشيلسي وعمل اداء قوي جدا ومن افضل مباراة للهلال السعودي وانت عامل مباراة مش جيدة قدام بالمراس واداءك مش جيد والناس كلها قلقانة لقوة فرقة الهلال في بداية المباراة اول عشر دايق مفيش حد طبيعي هيقول النادل الهلالي كان جايب جون كان مضايع 3 اربع فرص يعني هو اللي رايح وهو اللي بدأ بالتسجيل يعني مسلماني خلال الفترات الاخيرة مباراة هو فاكستيف برا ملعبك انت برضو نفس الكلام بتبدأ بشكل كويس جدا وبتهاجم بشكل كويس بس الطبيعي في اي حد هتكلم طبيعي في مباراة زي دي انت هتبدأ اهم حاجة ان انت محافظ على نفسك رحش عليك فرص كتير ما تفقدش لعيبتك الثقة بادري ان في مساحات كتيرة تبدأ من اول دقيقة تجري ورا لعبت الوداة دي بتقلقك انتك لعيب انا لو لعيب باكليفت مع اول كورة بدأت تجري ورا الرجل اللي بيلعب عليها خلاص دي بتقلقك شوية نطلع فاصل وبعد الفاصل نعود من جريد مع الكابتن سيد معواط نرجع بقى سريعا ونتكلم عن الدوري المصري مين الافضل في الدوري المصري حتى نام نوجة نظرك الدوري فيه متغيرات كتير جدا بتعرفش القائم فرق الدوري بس فيه فرق يعني فيوت شرب استثناء اخر مورتين من الفرق اللي ماشي بشكل كويس وعندها عناصر كويسة جدا لعيبها يعني انا احمد عاطف فاجئني السنة دي بقى مانة افضل مدير فاني من نوجة نظرك في الدوري اه يعني اعتقد علي مير خلال الفترة الاخيرة كله علي مير حسام حسن يعود من جديد للنادي المصري لا يا فيه حاجات ما تسألش عنها يعني فيه متغيرات كده في المدربين انا ما بعرفش اسبابها ويعني يعني اظن ان كان فيه علاقة غير جيدة بين الكابتة حسام والمصري قبل ما يمشوا فدلوقتي هي هي نفس الادارة فالعودة يعترها تبقى العودة تمام ولا فيها حاجة تغيرات كتير جدا في الدوري في معظم الفرق يعني الصور هي في اول ظهور لها وفي الاخر الصور هي خير يعني ادارة المصري الحياة درم محترمة جدا بتحاول بشكل كبير وكابت حسام وكابت ابراهيم يعني يا كل حاجة كويسة مسافات وكويس نكون ريبة انا بكلم على احداث ووقاعة طبيعية يعني اكيد عشان ترجع يبقى لازم مشاكل اللي كنت حصلت قبل ما تمشي ما تكونش موجودة الوقت طبعا بس يحسب للمصري برضو دهت المصري ان هي بغضا نظر عن الحب والكر وليه افضلية تمتع بشعبات كبيرة مع جمهور فاختاروا برضو السكة ما اختارش احنا بنحب مين ونكره مين وده شيء الحياة جيد يعني لا هم اختاروا برضو لان الموقف المصري بقى صعبة جدا بعد الهزيمة من بيراميز والنتائج الاخيرة كلها كان لازم هيبقى فيه تغيير ده طبيعي جدا طب خلينا ناخد محمد غندر من بورسعيد وقلنا الجديد غندر مساء الخير مساء الخير يا كابتن سيف مساء الخير لكل السادة مشاهدين كابتن ساد معاوض معايا وبيحييك تحياتي لكابتن ساد معاوض بسمنا لهم بإذن الله النادي للي بإذن الله الفورس بإذن الله وكونوا بطولة الحداشر لان دي بطولة باسم مصر كلها يا رب ان شاء الله يعني كابتن حسابة كابتن بريم رسميا خلاص في النادي المصري بالفعل كابتن يعني منذ يعني وقته قليل جدا الاجتماع تم عجب انتهاء مباراة نادي المصري والهزيمة من نادي برامد الهزيمة التمنى على التوالي طبعا كل الشكر لمدير الفني القادير كابتن معين الشعباني ومجاهز الفني حاولوا وقتها دون ولكن الظروف وبعض الحاجات وقفت حائلا دون تحقيق أمال وطموحاته وطموحات جمهوري النظر مصري لكن جزئية كابتن معين الشعباني لسه إلى الآن يعني مفيش معلوم أكدة خال تم الاتفاق معه الانتهاء بكل احترام وكل ود خصوصا كابتن معين الشعباني زي ما علمت ان هو هيغازل الثامنة صباحا متوجد لتونس لكن دي كانت سواء متواجد أو جاد متواجد كان هو آخذ الأجازة دي ان هو يسافذ لتونس بخصوص كابتن حسام وجهازه الفني بالفعل تم الاتفاق معهم في وجود رئيس النادي الأستاذ سامير حربية والأستاذ حسن ناطف في مكتب رئيس النادي بحضور كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن وكابتن وليد بدري وتم الاتفاق على كل الخطوط العريبة من بين الطرفين وكابتن حسام كان قبل ما تكلم في الغاتب والجهاز الفني وكلام من ده تكلم ان هو في البداية ان هو ينهي الحقوق والصدقات الخاصة باللعبين من أجل أن يعود الالتزام مرة أخرى للاعبي النادي المصري والتعاقد يعني إلى الآن لنهاية الموسم لكن قابل للتجديد عندها بنهاية الموسم خاصة أن كابتن حسام يختلع عيبته ويشوف القائمة اللي عيبة اللي احتزواجد واللي عيبة المطلوب تدعمها من صوف النظر لأن واضح أنه في بعض الأماكن الشاغرة في بعض الملكز المهمة في النادي المصري فكابتن حسام أكيد بخبراته الكبيرة وده مش أول مرة ده تالت مرة يعود مرة أخرى للنادي المصري أكيد كان التفاف الجماهير ومطالبتها بعودة الكابتن حسام كان لها أثر كبير وخاصة أن أيضا علمت أن غدا هيكون فيه اجتماع يجمع ما بين اللواء عدل غبان ومقولكش معنا اللواء عدل غبان هو يعني العمود للنادي المصري هيكون فيه اجتماع مع جهاز الفني ومجلس الإدارة طب هو غندر كابتن سايك كان بيسأل سؤال أنه كان فيه خلاف كبير ما بين كابتن حسام وكابتن وريم وإدارة المصري تحل النهاردة؟ أكيد يعني اترادهم وأكيد الصور نزل عند حضرتك والاجتماع الودي اللي تم كل حاجة تتنسى كابتن يعني ساعة يعني ما بيكون بقى بزم نقول ساعة الجد كل حاجة تتنسى وأكيد الكابتن حسام ضفى للنادي المصري وكان مطلب جماهيري وأيضا مجلس داتنادي المصري حاول يعقى رغبات الكابتن حسام خصوصا في الأمور المالية لأن الأمور المالية كابتن لها بالطور كبير في النتائج الأخيرة اللي حدثت للنادي المصري ولو كان فيه يعني الدنيا كانت ماشى كانت ناظر مصري كانت أصبح في حالتها تانية لكن أنا برضو جميع ناظر مصري وكعادتها توجهت بالشكر الكبير للمنديد الفني كابتن معين الشعبان اسم كبير اللي يقلل النتائج الأخيرة من اسمه وبطلاته وبطلاته ولكن يعني التوفيق وعدم التوفيق وسط وعدم توفيق كبير وتتمنى له كل التوفيق بإذن الله في المرحلة القادمة وهو أوجهاز الفني المحترم سوى من أبناء أبو سعيد أو كابتن مجدد راوي المدرب العام اللي كان متواجد معاه من تونس إن شاء الله بإذن الله نتمنى للمصري كل التوفيق بشكرك يا غندر شكرا جزيلا محمد غدر مبور سعيد كل التوفيق إن شاء الله نادي المصري حسام إبراهيم إضافة كبيرة أكيد وتاريخ كبير كمان مع نادي المصري تمنى لهم التوفيق وبتوفيق إن شاء الله لسامير حلبية ورفاقه نرجع لكم بعد الفصل هل الدور المصري هينتظر لسفارة النهاية هذا العام أكيد يعني هينتظر في ظل أداء الأهل والزمال خلال الفترات الأخيرة والتباين الكبير في المستوى هما بيرجعوا المنافسة لبعض بأمانة يعني الزمالك فوضة هدية ده مبادئة الزمالك كان خسر مطشات الأهل لو كان رجع بشكل كويس وكسب مطشاته كان باعد بشكل كبير الأهل لما خسر بدأ يقرب معنا للزمالك فهي الأمور هتمشي كده لحد نهاية الدورية أحمد عاطف يقدر يبقى عنصر أساسي مع عنصر منتخب؟ يقدر عنده القدرة لعيب جيد جدا لعيب متطور يعني هو قبل كده ما كان في دجلة كان عنصر على خساب مصطفى محمد ولا لسه بدري؟ خلي بالك في فروق فردية هاي اللي بتفرق لا ما فيش لسه بدري خلي بالك مصطفى محمد تاريخه مع منتخب مصر هو السنة اللي فات أو من سنة يعني ما فيش مش حسام حسن اللي بقى له عشر سنين في متخب مصر يعني المسافة منه مرهب المنافسة طبعا موجودة طبعا يعني أحمد عاطف دلوقتي حاليا بمستوى حاليا عنده القدرة أنه يكون مهاجم الأساسي المتخب مصر تصريح ناري ده شرفتها كابت سيد ربنا خليك كابت سيد محسوسة أن أنا كنت معا شرف لي شكرا كابت حبيب خلصنا حلقتنا النهاردة مع الكابت سيد معامد بشكوره شكرا جزيلا بكرة إن شاء الله بإذن الله يوم طويل بكرة يوم مهم في تاريخ النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بكرة الحداشر الحداشر بكرة أهلي بكرة إن شاء الله بإذن الله يحسن الأهلي نكون معكم بكرة بالليل على ألف خير موسيقى